هذه إيمة سائحة أجنبية زارت العراق بشغف واهتمام وهذا يوتيوبر أمريكي تجول برفقة صديقته العراقية مشاهير كثر زاروا البلاد وعكسوا صورة أجمل عن تلك المتداولة في أخبار الأمن والفوضى الصورة اليوم أمام بوابة عشتار صورة تصدر للعالم تاريخ بابل العريق وما يكتنزه البلد من مواقع عثرية وتاريخ حضاراته المتعاقبة إيمة التي روجت العراق بصورة مشرقة كشفت عن تعامل العراقيين خلال زيارتها قد تفكر بعد كل العزلة التي مروا بها منذ سنوات فقد تم عزلهم عن العالم ولم يكن لديهم أجانب هنا لكن رغم الحروب البائسة إلا أنهم كانوا سعداء جدا وكرماء جدا سوف يدعونك إلى منازلهم إذا زرتهم سوف يفعلون أي شيء لمساعدتك إنه أمر يبعث على السرور تحديدا في 2021 دخل أكثر من 100 ألف سائح العراق من دول مختلفة كفرنسا والنروج وبريطانيا وأستراليا وأمريكا وتركيا أعداد متزايدة أحدثت نقلة نوعية سيما بعد زيارة البابة التاريخية ما يعزز فرصة أن يعود العراق للواجهة العالمية فاتحا أبوابه لملايين السياح حول العالم سلام عليكم